بالنسبة إلى الواردات غير النفطية اللي كنا نسمع بها بالبرنامج الحكومي تعظيم الواردات غير النفطية ما وصلت هاي السنة إلى 598 600 مليار دينار كذلك كنا نسمع عن دعم القطاع الخاص القطاع الخاص من 23 ما تم دعمه وما حتى ما عنده قروض بالضبط أولاً واردات غير النفطية الحكومة الآن رفعة السقفة سويتها 27 تيريون بعد مكانة داعش هس هذا 27 تيريون ما نجيبوها لضرائب ما ضرائب ما نعرف ما نفصل بهذا الشكل هذا رقم افتراضي لو حقيقة عدنا 27 تيريون من واردات غير النفطية هذا رقم مبالغ بي افتراضي الوارد الفعلي ب600 مليار لأن الولد ما يخلون لا لا الغير النفطية لا اكو تطي مثل الداخلية تطي القمارق والملافق تطي بعض الوزارات تطي نسب اكو تدخل يعني تصل داعش 10 تيريون ممكن تصل هذا السقف لكن 27 تيريون شون هيا حقيقة هذا موضوع ما ما فاهمي إلى الآن يعني خايف لي حاصروا للمواطن عامي هاي موازنة 4 دول 27 تيريون يعني 10 مليار ودول عايشة 7 مليار ودول عايشة بس احنا الله غاضب علينا بعد ما قعد بالمحافظة اخذ لها قطعة ارض واخذ لها سيارة واخذ لها تحسين معيشة والمواطن يبقى لنسب الشارع مو عيب هي هاي الامانات اللي انتوا امام الله تتحاسبون علي يا باتشر وكيف شعب راح يثق او كيف حكومة الثق بحكومات محلية من البداية فضلت انفسها على المواطن التي تاخذ قطع اراضي واخذ السيارات واخذ تحسين معيشة او مدن الى الان في بغداد شوارح من بلطه هذا حتي هذا شون يقبل السيد رئيس الوزراء وشون تقبل رؤساء الكتل السياسية السادة الزعماء الذي سيلتك بهم دولة الرئيس مثل هذا يا أستاذ مصطفى هو هذا يصير هذا والله أستاذ نجيم احنا هذا لحد شيء نحتي بالضبط لنقولهم يا بي فرصة تاريخية ما طول عندنا ايراد وموازنة ضخمة بهذا الشكل ومو كل سنة تتكرر رحنا نعرف مرنا بسنوات بالقوات نمشي الرواتب هي فرصة تاريخية نبني بها بلد نبج القطاع الخاص نوجه قروض نحو المجتمع نحرك السوق لكن بالنتيجة حقيقة ما قعد نزم الموضوع بدينا